كونسولتو كشفو مستاقل وما فيش عن دراشة بتأكيه كونسولتو 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 أهلاً وسهلاً بسادة المشاهدين في حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كونسولتو تيلي ميديسن وفي انتظار كل المكالمات أسئلة وسط تفسارات والرد عليها مباشرة من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد وأستاذ السكر والغضة السماء كلية الطب جامعة عن الشمس أهلاً وسهلاً دكتور لقاء جديد ولوكيشن جديد آه لوكيشن جديد جميل ولقاء جديد وحضرتك تغيير بتمتعنا الأهم من كل حاجة بالمعلومات الجديدة الشيقة بارك الله فيك اللي هي زي ما حضرتك تمالي بتقول لنا أن هي خارج السندوق خارج السندوق فعلاً في حاجة فعلاً أنا انبسطت منها جداً أن فعلاً مش المشاهد أو المريض اللي بيتعلم بس حتى الدكتور المبتدئين ده جزاك الله خير يعني بياخدوا منك كل الخبرة الكبيرة والمعلومات القيمة يعني وده مهم جداً جداً يعني في مصلحة الطب المصري والعالمي بارك الله فيك هو يمكن النقط اللي هي بخصوص السكر والشائعة في الخطأ أو مش الخطأ اللي هي ممكن تسميها لو أنت عايز تقدي عمل متفرد أو المريض يستفيد استفادة كبيرة في عملية هل تتستمر بحبوب أدوية بالحبوب يعني تنزل السكر أم بالإنسولين تمام يعني أنا ممكن حضرتك الغاية بتاعتي لا تقتصر على ضبط معدلات سكر طبيعية في الدم يعني أحياناً العيان طبعاً هدفه أو المريض هدفه أنه هو ما ياخدش حؤن ما ياخدش إنسولين وبيعتبر ده نجاح طبيب لو هو الليله كميات الإنسولين أو أنه هو استغنى عن الإنسولين وأنا معاه تماماً فعلاً الطبيب الحاذق لا يعتبر على الإنسولين لأن الاعتماد على الإنسولين على المراحل البعيدة لها أضرارها وإن شاء الله يبقى فيه فرصة نتكلم عنه إن شاء الله بينما أحياناً يكون الحبوب عندها القدرة على أنها تصلح العيان ومع ذلك يستحسن نستعمل الإنسولين ممتاز يعني أنا ممكن مريض يجيلي سكره مثلاً الصايم 190-200-250 واللي بعد الأكل هو الفاطر مثلاً 180-250-300 وممكن أعطي له أدوية حبوب ويتحسن عليها أو هو بياخد حبوب وسكره مضبوط عليها ومع ذلك أشيل الحبوب ودي له إنسولين يعني هل هذا؟ آه لازم حط في دماغي مش معنى إن سكره بقى مضبوط على الحبوب إن الحبوب دي هي الدواء السليم والدواء المثالي للإسترار عليه المواطن هنا أنا شوفتها راجل فيه حد آه فيه اتصال بعدها نقولها إن شاء الله إن شاء الله بس نحاول ناخد اتصال ونتكلم طبه برده عشان ما نعطلش الناس ناخد الأستاذ عبد الرحمن من صهاج السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الأستاذ عبد الرحمن تفضل الدكتور معاك الدكتور محمد معاك السلام عليكم دكتور السلام عليكم دكتور الحجة عندها سبين سنة يا دكتور نعم وعندها سكر وضغط بس مع سيادتك تفضل 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 سمعينا وعندها سكر وضغط بتاخد للسكر عن السودين نعم اه وفي عندها ان تعفر عصاب الطرفية دكتور طيب الانسولين السكر الصيم كام ولا بعد الاكل كام لا البعد الاكل بيطلع 200 دكتور والصيم ما بتعملوش لا الانسولين كمية اللي بتاخدها 45 ميكستارد في عريق بتاخد حاجة تاني غير الميكستارد لا وزنها كم كيلو وزنها 70 كيلو اخر 6 شهور حصل نقص في الوزن ولا حاجة لا زادت في الوزن طيب المعلوم سنين زادت يا دكتور انا حاجات بسيطة حاجات بسيطة لكن اخر 6 شهور ما زادتش في الوزن لا ما زادتش تدميل وخدلان وحرقان في الرجلين وفي الادين لا يا دكتور الرجل بيجيس الليل وكلها تتلج اعتبر ايه مش طريق ده كله تتلج يا دكتور بتتلج اه طبرا في الاول تتلج بعد كده يسخن لا هي المفروض انها في الاول بتصفر الادين او تبقى يعني شاحبة لا ده الرجلين يا دكتور الرجلين بتبقى شاحبة او مش شاحبة شاحبة اه طبرا كأن الدم متجمع فيها من تحت دكتور لا ما عليش كلمة متجمع فيها كلام غير علمي اللون الجلدي بيتغير ولا بيتغير شيء بيتغير يا دكتور جميل حنتكلم بقى يبقى بتغير ايه الالوان اللي بيتغيرها لون الجلد بيبقى احمر اه 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 انا اقولك كده هشوف صح ولا لا لان هي عزة مشاهدة دقيقة يعني الاول بيبقى الجلد يفتح وبعدين يزرق وبعدين يحمر كده مظبوط ايوا في القدمين من تحت الاثنين ايوا صح كده طيب شكرا جزيلا هرد عليك شكرا سيد عبد الرحمن بتاخد تجريتول دكتور ما جابش نتيجة انا اللي قلتلك عليه تجريتول اه قبل كده اه ما جابش نتيجة خالص اه طيب اوكي مع السلامة شكرا شكرا سيد عبد الرحمن في حد عندك تاني طيب نحو السيد عماد نوقف منخدش نركن ونرود اوكي السيد عماد سلام عليكم اتفضل يا السيد عماد الدكتور معاك ماشا لو سبعت يا دكتور انا كان عندي سخولة في البطمة وعملت تخليل قراز وقتصول ان هو قولو بيقولي الى اول خالص يا السيد عماد الصوت مش واضح شوية شبكة او صوت مش واضح هعلي صوتك شوي ماشي ماشي اه فطلع لا ابدأ من الاول بقولك اه بحثت بسخونة بطمة اه سخونة بطمة فعملت تحليل اه سخونة بطمة اه تمام كده اه اه كان عندك سخونة في بطمك اه فكشفت فطلع قلي قولون فعملت تحليل طلع الاميبة اه اميبة في القولون واسرعة تحليل تحليل طلعت عالية طلعت خمستاشر وخمسة وعشرين طيب ايه السخونة مكانها فين دي حضرتك اه بكدة من جنب اليمين اه الشمال اه الشمال اللي طرح لغاية اليمين في البطن كله بقى لها قد ايه فانتم دي اه ماشى معاى بقى لها جسانة هو دي يعني خدت لها خدت لها علاج برضو كل فتر برضو تحففت اه من قطع عائق من الصعب ده يعني انت عدراك الالام دي بقى لها سانة وبتيجو بتروح اه بتيجو بتروح ايه وقالوا لك ده القولون العصبي مثلا اه هو تطور وصفه كده ايه ولما عملت تحليل اللي اصدع الثامي بقى قولوش طعم خلاص شكرا جزيلا هنحارض ده عليك حالة طيب شكرا شكرا انصر زمان اه بالنسبة للحالة الاولى اللي هي سكرها عالي وعندها التهاب في العصاب الترافية على حد قولك تمام وهي بتيجي بصورة الطراب اه تورد الدم في القدمين اه ده هنا بيبقى يحصل ان اه ان اوعية الدموية المغزية للقدمين من تحت بيحصل لها نوع من الانقباض اما الانقباض ده بيحصل بيحصل نقص الاكسوجين المغزي للانسجن فالانقباض غصبا عنه يصحبه انفتاح في هذه او توسع في الشرايين المغزية للقدمين يعني تورد الدم السريع مرة واحدة ده ونقص الاكسوجين في الفترة الاولانية بيخلي الاكسوجين يتخل كتير جدا بالدم فتباني الرجلين على هيئة الزرقان تغييرهم لهم اه بعد كده الدم اندفاعه كتير يباني الحاجة وهنا يصحبه في فترة التوسع الشرايين دي يبقى فيه حرارة زيادة في القدمين تمام ده اضطراب فيه الاعصاب الطرفية اللا ارادية هنبقى نشرحها يعنيه لا ارادية عسى كانت ده كله عايز كل كلمة عايز خمزايا شرح خمزايا شرح يعني فيه اعصاب جاية من المخ بتغزي الاوعية الدموية بتاعت الجسم اللي هي بتخليها تفتح وتقفل والحاجات دي كلها هنا في اضطراب اضطراب سببه ايه ان الاعصاب دي سلوك تمام الاسلاك دي السكر اكلها فبقت الكهربا اللي جاية مس سليمة يما تأتي اكثر مما يجب او تأتي اقل مما يجب فالتفاعلات ملاخبطة المفروض احسن ده وهنا هو التجريتول اللي هو بياخده بس ممكن الجرعة كبقى مش يكون مش مزبوطة فهو لو كان بتاخد متين انا شايف انها تبقى تاخد حبية صبح حبية بالليل متين يبقى مرتين ولو ادرت لانه بينيم شوية التجريتول تمام اما تتعود علي ممكن تاخد ثلاث حبات في اليوم بعد شهرين هتلاقي ام انت حسنت مش يوم فلينة نمرة واحد نمرة اتنين تمام السكر مازال عالي متين اه متين عالي فهنا برضو ده هيخلي فيه خلل في التوصيل الكهرابي للعصاب الطرفية يا فندم السكر ده عامل زي ما كون انت بالضبط بتحط مادة غير قابلة للتفاعل الكهرابي على الاسلاك يعني يبقى فيه عضب يبقى فيه اعطاب فيه سرايان الكهرباء داخل الاسلاك خبال حضرتك تمام فانا نزبط السكر بالنسبالها خليها على الانسوليزة ما هي وتزود دوا بسيط او اسمه دولسيل واحد ميلي جرام حباية قبل الغدا كل يوم دي مدة معينة اه دكتور اه ممكن نكمل على طول ان شاء الله يعني اعطيتنا الكلام اه اه الحالة التانية اه اوكي اخلص الحالة التانية تمام الالام اللي في البطن دي اه متبينة وموجودة في بلادنا اوي والبلاد اللي هي بنسميها الاستوائية والصب استوائية او اللي هي حول الاستوائية تنتقل من مكاني الى اخر يعني يجي من يمين للشمال ومن الشمال لليمين وعادة بيبقى حول البطن وليس في منتصف البطن وما بيكونش معاه اعراض كتير اوي مقلقة حكاية انه لا انت نبيب هستوليتك في البراز كلنا عندنا اندبيب هستوليتك كتب عندنا المرضى والمش مرضى فاسبك بالكلام اللي هو لا يؤدي الى نتائج محددة مفيش خطورة جانب اه مفيش خطورة بس طب هو ياخد ايه الرجل هيفضل المسجد كده انا شايف انه هو يعني اه ناخد حاجة اسمها استيلابيت حباز صبح حباب الليل دي كمان عنهم ثلاث شهر ونشوف ان شاء الله تمام شكرا دبط طيب معنا الاستاذ عثمان ومدام حنان ناخد الاستاذ عثمان الاول سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك الدكتور الحمد لله تمام اتفضل الاستاذ عثمان والله يا عز اه دكتور محمد انا عندي ادراعي كده بالليل بينمل واصبحت ايه ما نقدرشي بحركها سنة كم سنة يا فقد خمسة واربين اه من امتى حكاية التنميلة ولا الدراعي اللي اتدارتش حركه ده يعني ايه حوالي خمسة شهور يا دكتور اه عملت عشاعة على الفقرات العرقية لا ما عملتش والله فيه الم في العنق طيب من ورا في الرقبة لا لا او مع حركة الرقبة فيه الالم دي بتيجي لا ما فيش حاجة غير الدراع بس بينمل والاصباعة كده بتوغف بالنهار عمره ما ينمل بينمل بنمل بالليل بس بالليل طيب غير وضع نومتك وكلمني بعد اسبوعين لا يا دكتور شكرا شكرا سيد عثمان ناخد الاتصال بعد ومدام حنان سلام عليكم سلام عليكم مدام حنان سلام عليكم يا سيدي عثان اه اهلن وسهلا عليكم السلام وراحمة الله وبركاتة تمام الحمدلله اتفضل 즐قيت شكرا سيدي شكرا شكرا دكتور محمد سلام عليكم يا سعادة الباشا سلا suicide سيدي عثاب الله ب disposable المنور الشقت والله بارك الله فيك ربنا زيلك من علم والتي يا دكتور امين يا رب. احنا وسيادتك. دلوقتي حضرات النار من تحت مباراة لان بيها خالص. خالص. اه اه بس معلاش? لا اتفضل. لو تبعد عن التلفزيون كده وتخلي الصوت واضح شوية عشان الدكتور يقدر يسمع واحنا نسمع يعني. انا قبله خالص على الترباش. طيب. لقد انت كده خط علينا نبرش. الشبكة بس. اه 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 ادلاعي قبله خالص. اتفضل لا. دلوقتي يا ضي awareness انا اه انا على الرجل نمشي من pertama. االم في القدمين. اه روح peled doctor Lehrer mosque encuentro i said. كتب لي اني عنده جلطة فريكني. لازم ن hor 2003. ايه اتمنها رحوان. وادتني اية اه ايه اعزر بي عزر طيام. جبتم وخلصوهم. لك لزا الاالم كما هي. سمعت حضراتك في التجميزيون قلت ايه التجراتول متين قبل النوم جبت اربع تران بيدخد في اليون حبتين ما عاموليش حاجة نار الدنيا كلها في جاية ما بعرفش انا بخالص طيب يعني انت سيادتك فيه الام في القدمين من عشر تيام مش كده لا ده الالام ده ادخلت من سنة اكتر من اكتر من سنة انت سادتك عندك سكر عندي سكر متين وسبعين اخر مرة كم متين وسبعين متين وسبعين سنك كم سنة سبعين الوزن ادي ايه خمسة وثمانين خسيت اخر ست شهور اخر ست شهور ما خسيت حالي تاعة سين كنة لان انت حضرات قلت اخذي اكل كفات اه مع الغداء فانا باخده مع الغداء ومع العشاء طيب انت حضرات كما روحت لدكتورية الاعصاب كتبت لك علاج ايه قلتلي كتبتلي اه حوان عشر حوان تاخده ايه يوم كل يوم دول فيتامينات دول الليل وبرسام الدول فيتامينات ولا كان اسمهم ايه الادوية لا فيتامينات طيب اتفضل اقفل وحكلم سيدة شكرا شكرا انا اتصال خليك مع الدكتور اه لا شك اه ان الام القدمين في مرضى السكر بتتباين يا تتباين يعني بتختلف من مريض لمريض من مريض لمريض واحيانا بتتشابه يعني بتبقى شكلها زي بعضها وان احنا نعرف نفرق ما بين سببه ايه والسبب التاني لان السكر بيؤثر على العصاب الترفيه زي ما قلنا اللي هي الاسلاك اكيد الاسلاك الاسلاك كان انها استاذ حسام كان انها تعرف تعرف ان يكون سلك معزول كده ويبقى فيه اماكن اتكلت منه فالكهرباء تتشوش فتدي في صورة قلم تنميل خدلان حرقان اه ان الوماضات الكهربائية لا تصل سليمتا فبالتالي الوظيفة العصب بيحصل فيها خلل وظيفي واحنا قلنا الخلل ده ممكن يبقى في كلمبات في القدمين العضلات يعني تتشنج تمام الدم اللي رايح يبقى بالصورة اللي احنا شرحناه في بداية الحلقة ام تاني العرق يتأثر تعرق الرجلين يعني يبقى فيه عرق زيادة او نشفان من العرق ما تعرقش خالص وتبقى نشفة الغدد الدهنية بتاعت الجلد نفسها بيمدها العصاب برضو او العصاب دي وهي بتتأثر في مدى افرازات المادة الزيتية التي ترطب الجلد ولذلك برضى السكر تلاقي الجلد عامل ازاي فيه لفظ كده يعني هو مستليم اوي انه الحف الحفة يعني من الاولع من الاولح عارف انت اللي الدرة في جوالح خاطب اللي جوه دي يبقى انهاشف زي الحطب فجلد ما يفقد ليونته ويفقد لمعانه يعني الجلد ما يبقاش بيه اليونة والطراوة مفوش نظرة الله يبرك فيك ما هي نظرة دي كلمة صعبة انا ببسطها وبقول معناها ايه مخبالك ده كله الاعصاب الطرفية بتأثر فيه طب هو بالنسبة له الالام اللي هي موجودة ورحل الدوكاترا وكده انا عايز نفرق هيعمل لي دوبليكس سكين على الشرايين والاوريدة بتاعة القدمين السقين وهيعمل لي فحص قهرابي للأعصاب الطرفية للسقين عشان يبقى التشخيص سليم اه عشان يبقى السليم لا لا ده فيه فحوصات كتير بنحتاجها بس احنا هنا بنحاول نساعد الناس كبيداية لأ احنا كنا نهاية الحقيقة ان شاء الله طيب ناخد اتصال من الجيزة يا دكتور ناخد لاستاذ حسام من الجيزة سلام عليكم هلاكو السلام ازاك ازاك يا دكتور اعمل ايه اهلا وسهلا ازاك يا دكتور اعمل ايه اهلا وسهلا ازاك حسام الدكتور معاك هلاكو السلام اهلا بيك مع سياتك تفضل حضرتك يا دكتور اعمل بالنسبة دلوقتي عند الصبعين اه بتواريج الاثنين اللي في النص اه شمال ويمين اما ما كان شي اول بس الجزم او كده ديبقى فيه ومسرخ وزيقربة من بطن من بطن للبطن من بطن الصبع من تحت اقتر من سنة ونص دلوقتي سدنا كم سنة عندي اه تسعة وتلاتين سنة وزنك كم كيلو؟ وزني اه ستين كيلو فيه سكر او ضغط او حاجة؟ ما عنديش اي حاجة نهائي المن امت حكاية ان السرخة في الصبعين اللي في النص دول؟ ادي لهم اكتر من سنة ديبقى نقص الصبعين دولهم ونقص الصبعين دول في رجلين اه حضرتك لو ملبستش الجزم يحصل نفس الحكاية دي ولا مع الجزمة فقط؟ لا وانا قاعد كده ما يحصلش واحدة بس انا لو دست عليهم بصباعي برجلية يحصل وجع خدت لهم ادوية؟ اه بقى خدت حقا ان دي مفيت وخدت حقا ان اللي هي مقويات مع الصاد جابت نتيجة او لا ما جابتش؟ ما جابتش بالتأكيد دي بطيقى ان دي مجابتش نتيجة لا زي ما هي طيب اعرف اللي حارده على سيادتك شكرا ان سيد حسام خليك ما اقولك يا سيد حسام طيب احنا هنا بس عاوزين نستبعد ان يكون حمض اليوريك اسد او البوليك عالي اللي بيسموه بالبلدي وبصورة خاطئة اللي قولك الاملاح عالية اه في الدم فهنا ممكن اليوريك اسد يجد حتى مفرد طلع اليوريك اسد او الحمد البوليك طلع طبيعي هاعتبر هو السبب برضا بس سنة قبل ما قدي الدواء اليوريك اسد سواء هو طلع عادي او طبيعي او قاسع او ما قسوش مش حفر معي خالص احنا هنجرب دواء بسيط خالص ياخد بروفن ربعمية ميلي جرام حباية بعد الغداء كل يوم لمدة عشر تيام واتصل بينا بعد واحد وعشرين يوم لو لسه فيه قلم حنبقى لنا صرفة تعني ان شاء الله تمام طيب نرجع بقى للحتة اللي احنا كنا بدأنا بها يعني هل العلاج بالانسولين افضل لمرض السكر ولا بالحبوب يعني هنا افضل ولا هنا افضل لا شكة ان الحبوب يعني لها دور والانسولين اللي دور وممكن الاتنين يبقوا مع بعض هل هنا الحتمية اللي انا محتاجها هو الوصول الى معدلات سكر طبيعية نعم طب لو انت سيادتك بعدتلي مريض وانا لقيته العيان ده ممكن حضرك انا حكى لي بالكاميرا وانت تستغل تمام تمام يعني مش لازم تبقى بركز معايحة لا لا مش كلا انا معاك بك ببرك الله فيك فاحنا حنيجي نقول عيان ماشي ودناله حبوب وسكره تضبط تمام انا شايف انه غلط ان انا اددله حبوب العيان ده مع ان الحبوب هتنجع تخلي السكر طبيعي 100% غلط نشتغل بانسولين او لازم اددله انسولين بينما مريض تاني ان انا الانسولين لو فشل فيه او الحبوب فشلت فيه ان انا انا اددله السكر بالحبوب وديته انسولين وهو هيخفض يبقى غلط برضه تمام فامتة بقى هيبقى هنا غلط وامتة هيكون هنا غلط في بعض الامراض انا لا انظر الى الانسولين على انه مخفض للسكر فقط اللي ما يعرفوش او اللي مش مدركو او اللي مش ميك لا ليس على يقين بيه حتى اساد ذا ان الانسولين ليس احادي الوظيفة يعني مش لوظيفة واحدة هو صحيح 100% بنستعمله في حالات زيت السكر اللي هو السكر يعني مرض السكر ولكن انا ممكن استعمله في حاجات تانية غير السكر وانا هنا بالسكر حتى لو هو طبيعي في بعض المرضى دول اللي عندهم سكر على حبوب لازم استبدله بانسولين لان الانسولين له حاجة اسمه الانابوليك افكت اللي هو عامل بناء يعني بيبني الانسجة الانسجة بنقول له جديد يعني مثلا حضرتك واحد عنده قابلية للهزال بيخس تمام لأي سبب ولو وديته حبوب انسول حبوب سكر هتزبط له السكر لا غلط هديلي انسولين طيب ايه الناس اللي عندهم قابلية ان جسمهم هنا يكون عمليات الهدم اكتر من البناء ما احنا قوينا احنا بحتاجين بناء اكيد واخد بالك اكيد يبقى انا عايز بناء هو فيه مرض امراض معينة بتخلي عملية الهدم اللي هو تآكل الانسجة عملية بناء الانسجة صعبة ده 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 مع السكر دكتور ايه نعم يعني ممكن تبقى السكر لوحده وامراض تانية حتى لو السكر تزبط بالحبوب في الحالة دي ما يبقاش في نتيجة كويسة يبقى انا لازم ادي انسولين حتى لو الحبوب هتنجح تمام الغاية هنا ليست وصول الى معدلات سكر سليمة فقط لازم نراجع الاموال اللي طب انا دلوقتي عندي الواحد المتلازمة مع السكر هقولك واحد عنده 40 سنة طوله 170 سنتي تمام وازده مثلا 65 كيلو قدي له حبوب طب اديته حبوب وسكره الزبط بقى الصايم 90 والفطر 120 غلط برضا لان الراجل اللي طاله 170 سنتي ده ووزنه 60 كيلو المفروض اخليه يعني برضو منور ووشه مليان وعضلاته مفتولة ولو جسم ولو كتاف وخبالك بني ادم بيمش ليش يبقى يعني بيلوق في الدنيا 60 اه وزنه قليل شوي ولسيما ان السكر حتى لو اديته الورق الحبوب اللي بتزبطه مش بتاكل الدهن ده بتاكل العضلات خساسان مريض السكر يكون على حساب العضلات اكثر منه على حساب الدهن يعني انه وانت على ساتك بتعمل ريجيم الدهن اللي بيروح الاول تمام ولسيما الدهن اللي داخل البطن وده دهن دار انت بتعمل ريجيم وبتعمل مجهود اول دهن بيختفي الدهن الموجود داخل التجويف البطن وخبال حبوداتك اللي هو حوالين الاحشاء احشاء دي اللي هي المعدة والكبد والطحال والامعاء الغليظة والامعاء الرفيعة واسمه منديل البطن بالبلد مش عارف باللغة العربية الفصحى وممكن حول القلب ده كل ده حضراتك دهن دهون موجودة حوالين بنسميها اللي هي الفيسرال فات وده فا خطورة جيت للصراحة يعني هاي اللي بتعلي الضغط وبتعمل زبحة سدرية وبتعمل تصلوا في الشرايين وبيسموها اليولو فات اللي هو الفات الدهن ده لونه اصفر يعني فيه مواد سبغية تخليه لونه اصفر ولذلك هي تعتبر مش كويسة انها تخصت بقى كويس ده بقى بتخص مع مين الاول مع الرجيم ومع المجهود العضلي ودي حاجة حلوة جدا بينما السكر اما يرتفع وياكل الجسم يبدأ يخص بيخص على حساب العضلات القدلة العضلية ولذلك تلاقي مريض السكر ايه ملوش اكتاف يعني اخي مال ايه تليه مسحوب كده ملوش زند هنا اللي هي العضلة بتاعت الساعد مش عندي كده رفيعة رجلين من غير زعل مش عايز بس يزعون حمزة تبتقول رفز كده الرجلين الروفيعة بتاعت بنسام الرجلين مين ابو فصادة ابو فصادة للاسف لان الفخدين القدلة العضلية اقول لك ايه عايزين نجيب وش فاخدة لان احنا زال احنا حيوانات يعني هو الانسان حيوان عاقل ناطق الحيوان الانسان حيوان عاقل ناطق اجتماعي هذا الانسان اخبر حددك عاقل يعني بيفكر ولذلك حينما لا يفكر فهو حيوان اصبح حيوان صرف صرفين معاقل داي يعني يعرف يأتي بالافعال السليمة اه تماما فخبر حدددك فمن هنا احنا كحيوانات فقتل العضلية بتاعتنا بنقسها بالفخدين يعني متركزة في الفخدين والدهن متركز في منطقة الوسط اللي هي من الوسط للرقبة اه لا الوسط مش للرقبة من الوسط لحد الحوض اللي هي المحيط بتاع البط ده تخن دهني بالعكس ما يبقى عضل يبقى رفيع يبقى خسر تماما بينما الفخدين طبعا ممكن يبقى دهن ولكن معظمه عضلات فتلاقي مريض السكر لان العضلات بتاعته الخسسان او انه يخس بتبقى على حساب الكتلة العضلية تظهر في الفخدين يبقى عاملين زي رجلينا بفاساطة طيب طيب دي في خطورة هو الشكل مش حالو اه في خطورة لان حضرتك المفروض انت جسمك كله متركز على الساقين وعملية الرجبة اصعب ولا الانكل من تحت اللي هو اه بز الرجلة او مفصل القدم لا طبعا الرجبة ليه لان حضرتك مفصل الرجبة يربط دينا جزئين كبيرين فالعزم هنا واسع بيشيل وزنك يا كبير يعني الجماعة المهندسين اللي بيسمعونا بقى دلوقتي يقدروا حينبسطوا اوي المفصل واسع فالعزم كبير العزم بيساوي زراع القوة القوة في زراعها تمام اخذ بالك القوة هنا هو تقلي جسمي سبعين كيلو في الزراع اللي هو طولي كله اللي هو مثلا لو خشلنا وبعدين الساق اللي تحت كمان بينما الانكل اللي تحت الرجل صغيرة فهنا القوة مثبتة vertical رأسية على قريبة من الارض ترفعها عن الارض بحوالي خمسة ستة سنتر فالرجبتين دول اللي شديدهم مين؟ القتلة العضلية الرهيبة الفخدين اللي قدبت الفخدين قد كده كل عضلة دي دي تلاقي مريض السكر يعيني ممكن رجله تخونه وهو ماشي تلوح تلوح مين ده بيوع اولا تلاقيه مش مرتكز على الارض كويس وفاتح رجله هو ماشي يعمل كده واخد بال حضراتك ويبقى راجل طويل وهو زال فل ماشي بابر كده اتنين هو بيترنح فتلاقيه ماشي بتوق ده بنسميه شفلينجيت أو لو شورت استيبش جيت يعني الخطوات المتقاربة لانه يخاف يبعد كتير يوقع يفتح الخطة الله يبارك فيك يخاف يفتح الخطة فيبق منشي ويت بيز يعني قاعدة واسعة الرجلين بيقد عن بعض عشان لو كده ممكن يميه يقع بسرعة تبقى واسعة اتنين ياخد الخطوات المتقاربة لانه لو مد جامد يجي يرفع دي يروح دي وقع تخونه ما تقدرش تتحمل العضلة ويحصل نوع من عدم يعني عايز اقول الاتساق اتساق ما نقوله باللغة بالبلد يعني ايه بعدم التوازن عدم اتزان اتزان ما بين المخ وما بين العضلة يعني المخ يدي اشارة انا همشي كذا شد حيلك عشان حنرفع الرجل هي بتشد حيالها بس مش في نفس الوقت مش في نفس اللي بيقرى المخ هو المخ يدي اشارة شد حيلك تلاتين كيلو هي بتشتغل تجيب خمسة كيلو وده يبقى كده مفيش اتزان في الخاطر خالص هو بيبقى مترنح واسع الخطوطين بين بعد قصد القدمين مفتوحتين ثلاثة الخطوات متقاربة لا شكل بعيد بس انا كده دكتور فهمت ان يعني ممكن مريض السكر يكون السكر بتاعه شبه مزبوط وتفضل يعني ان هو ياخد انسلين بدل بدل البرشان لعلاج امراض اخرى غير السكر ده ده الغلطة الرهيبة يعني مثلا احنا عندنا كوفيد مينتين دلوقت اللي هو الكورونا اه ده موضوع طيب افرضوا الكورونا مريض سكر واحنا عندنا في مصر حوالي عشرة مليون مريض سكر وجاله كورونا وحنزبطه على الحبوب لا قدله انسلين عشان كده اختلط مع الكورونا اه لان الكورونا حضرتك دي مرض برضو يعني ايه يعني غير بنائي مرض هادم ليهدم صح ولده اللي كنول العيان يشرب مية كتير ومش عارف ايه وسوايل والكلام ده ويتغذى كويس واخد فيتامينز وده الموال ده يبقى واحد اديله انسلين عامل بنائي وهو هيبنينه ايه يا اسامة اللي بيهدمه الكورونا واحد ويمنع الهدم من الكورونا صح ثلاثة واخبالك وده يمكن نقطة مهمة جدا كما انه يبنى العضلات بيبنى الجهاز المناعي وهو البناء واحد يا اسامة بيبنى العضل واللحن والعضلة والاكسام المضادة كله مع بعض والخلايا القاتلة للفيروسات الانسلين ده حاجة تانية خالص احنا فاهمينه ان هو بنزل سكر بس يبقى انا بزودله الجهاز المناعي عن طريق ان انا اديله انسلين تلاتة ولا اربعة ان الانسلين ضد الالتهابات يعني ما يكون عندك الالتهاب رئوي اللي هو بيعمله الكوفيد او بيعمله اسمو ايه الكورونا الكورونا بالبلد واخبالك هو مش بيبنى fin هو اسمو الفيروس كورونا بعيروس حالفكة فهو الكورونا مسلا بيعمل حضرتك بيعمل اه انا كنت بقوله Den We youngnovati ايه حضرتك اللي هو بيهدم الهدم بتاع الكورونا واخبôle سيادتك فهو حي ąي انا هنا كنت بتكلم ان هو الكورونا بتزود الالتهابات بتقامل التعبات في الرئتين بتقامل التعبات في الكبد بتقامل التعبات في القلب بتقامل العبادة في العواجات الدموية مش عارف ايه الانسولين هنا كويس بيعالج طبعا انت تدي اي وقت عنده التعبات الانسولين يخففها واخبال سيادتك فمن هنا الانسولين هنا ليس دوره يعني يقتصر على ضبط معدلات السكر قالك ان مثلا لو انا عندي بريض بداية فشل كلوي او فشل كلوي او فشل كبدي او عنده تلايف في الكبد او عنده بالهرسة في الكبد او عنده فيروس سي او بيعالجه من فيروس سي او بديله ادوية كده وده سكر انسولين على طول مفيش برشامل حتى على فكرة مريض الكلا ومريض الكبد الاتنين دول سيادتك بيكون سكرهم سهل ان انا زبطوا سهل اه جدا يعني ممكن الحبوب تجيب نتيجة بسهولة ده ممكن يخش في نقص سكر من الحبوب لان الحبوب دي المفروض انها بتشتغل مثلا 8 ساعات وفي 10 ساعات وفي 24 ساعة الحباية مع الكبد التعبان مش هيقدر الكبد بتاعنا يا حسام بيكسر كل حاجة ان تخش جوه الجسم يعني هو اللي بيتخلص من النفايات وهو ميزة لو ما كانش الكبد ده بيقوم بالوظيفة دي سيادتك تاخد دوا معين يعيش معك مدى الحياة مش ميزة انت بتاعنا يا حاجة كويسة لا ما هيروح ضرب في الجهاز العصب يبوازه يدخل على الكليتين يخربهم يخش على الجهاز الحركي يبوازه يخش على القلب يعمله سمية فاذا الكبد بيحافظ على مستويات معينة من الأدوية انها لا تزيد عن وقتها داخل الجسم او عن مستوياتها المطلوبة ومن هنا تلاقي ان الكبد عامل زي المصفة اللي بيناء الدم بيتخلص كل شوية ويقولك الدواء ده بيشتغل 8 ساعات ليه؟ لان الكبد بيقدر يتخلص خلال 8 ساعات بيقولك ده 12 ساعات لان الكبد يستطيع ان يتخلص بالدواء ده خلال 12 ساعات طب الدواء ده 4 ايام الكبد يقدر يتخلص خلال 4 ايام كل الاوقات طب ناخد اتصال تانا دكتور اتفضل يا فان استاذ سيد حمد سلام عليكم فصل؟ طيب نكمل زي ما احنا هو احسن خل الحلقة كده هاد ده النهاردة هو وضع ان الجماعة مش عارفين دخله حد لان انا شايف الكنترول النهاردة كده لا اول الفكرة ان الكلام شايد جدا او دكتور فهم مديلك مساحة زي ما حضرتك يعني تفضلت وقلت ان تشرح اه دي مهمة فعلا الحلقة دي مهمة ان احنا نوضبها يعني فمن هنا حضرتك طيب الكابت بيناقي او بيحاول هو الحلقة مش بيناقي يعني هي ناقي دي كلمة يعني بسيطة اوي هو بيتفاعل مع الادوية او مع اي حاجة بتخش الجسم بشرط ان يحولها من مواد غير مألوفة للجسم صعب التخلص منها الى مواد اكثر والفة سهل التخلص منها فهو حيتخلص منها ازاي احنا جسمنا بيتخلص من اي حاجة بتخشه عن طريق الحاجات اللي بتخرج منه يا مولانا سهلة يبقى البول اه الصفرة تمام البراز البل السلايفا يعني ايه اللعاب بيتخلص اللعاب اللعاب اه طيب وبعدين السويت اللي هو السويت يعني العرق العرق كل حاجات تلي بتتخلص منها والنفس نيسينالي والنفس النفس كمان يتخلص منه طيب ناخد لوا استاذ حسام استاذ حسام سلام عليكم دكتور عليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل استاذ حسام حاضرك دكتور انا انا عملش تحليلي النهاردة عملش تحليلي النهاردة بول وبراز ودم وطلع زيالفل بس البراز عندي فيه عندي عسرهات وبدائما باستمرار كل اسبوع لما اجي اعمل البراز البراز بينزل مني نار ربي يسهل لقد ديلي فترة بقى اكتر من سنتين الكتصة دي طيب خدت ادوية طبعا حاجة استاذتك نعم اه لا خدت باخد الفلاجيل بقى لك قدي بتاخد فلاجيل يا فاندي ديلي يجي سنتين ثلاثة ماشي عليه على طوب بيحسنك الفلاجيل اول ما تاخده بيزبط الدنيا معايا اه وبعد كده ترجع تاني بجي رجع تاني بعدها بيوما ثلاثة اه بتاخد كم حبايا في اليوم فلاجيل لا باخد مثلا عند وقت اللزون شاعة ما بيجي الوزع باخد حبايا ثان وارباة طب خلاص الف سلامة حاولك شكرا شكرا على التصال اه هو طبعا بياخد علاج متقطع من الفلاجيل او المترولدازول وبياخد جرعات غير كافية وبالتالي ده يساعد لو هي مثلا ان تبيبه استلاتكا انها تتحوصل وكل شوية تطلع حاجس باب فيجيتيت فورم اللي هي يعني الشكل تتحوصل يعني يا عوسانا يعني بتخش الثاني عارف انت حضرتك البتاع تسحلفة او عارف انت القواقع اكيد هي بتروح عاملة جوه حاجزة القواقع دخلة جوه وتفضل نايمة ما انفيدة اه يجي الفلاجيل تخش جوه يشيل الفلاجيل تقعد يومين ثلاثة ما فيش فلاجيل تروح خارجة من القواقعة وتقعد تنهش في القولوم بتاعه لانه بيدي جرعات غير كافية هو ياخد الفلاجيل ثلاث حبات ثلاث مرات في اليوم انا عارف ان الطعم هو حش بيخل المعدة كده بيبتر حاجة اسمها متالك افترتست يعني ايه متالك افترتست هانجليزي متالك يعني اه عارف انت اللي هو اه يعني حاجة بعض الطعم كده اه بالضبط بس حامل اذا ما يكون خط مادة زي الرصاص او حاجة طعمها وحش فبس اه اه ياخد ثلاث حبات ثلاث مرات بعد الاكل لمدة خمساشر يوم كفاية خمساشر يوم وياخد تيترا سايكلين خمسمية ميلي جرام حباية كل ست ساعات وياخد ويتامين بي كومبليكس حباية ثلاث مرات لمدة برضو اللي هو الخمساشر يوم يمشيل على دول كده هنتأكد ليه بقى هيخلي اللي بتخش جوه البتاع دي اللي وتستخبه الدواء تركيزه عالي حيخش يا ان شاء الله موته مخبالك وبالتالي تمام حيجي وقف يبقى طبيعي بقبل الله هو بس بياخد طريقة غلط الاكثر بس انا فيه حاجات فمخي ممكن يكون ده مرض مناعي بيبقى مش عارف ايه في جدار القولون يجد نفس الاعراض دي ما بيخفش حده وده بس خلينا احنا في السهل تمام دكتور محمد تسمح لي بفاصل اتفضل يا فرد عزائي المشاهدين فاصل وانا واصل موسيقى 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 عزائي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل اهلا وسهلا دكتور اهلا حلم بحضرتك يا طرق هنكمل نفس الموضوع بعد الفاصل مش كله بيكون التهاب اميبي او التهاب بكتور تمام فيه هناك امراض مناعية اخرى لازم حطها في الاعتبار في حالة ان بوسيقى بلدنا بفضل الله كده مهرية ومضادات حيوية يعني اللي هو لو بكتيري كان هو مات وابن عمه مات البكتيريا تمام مش دي اكتر او نشأ عنها بكتيريا ثانوية نتيجة البكتيريا الغلطة نعليج لها فاحنا مبهدلين للدنيا في حكاية دي برضو الانتميبة يعني عندك اثنين من مهاردة اتصلوا وقال لك واحد ما لقل له اي لازم ولا باخد بالتحليل ده انت هتلاقي حضرك انتميبة وسطناتك دي عادة موجودة في مية الشرب مش مش الحنفيات يعني بيقيسوا حضرتك مية الشرب النقية بحاجة اسمها ليه قلاي وما تبقى خالية من انتميبة ليه؟ لان لو فيها الانتميبة دي معناها ان فيه طلوسة بفضلات الانسان المية اه يعني علامة انتميبة موجودة في المية ولو واحدة يبقى فيه تلوس من المجال تمام فبال اي كولاي فيه عدد قليل جدا بقدر اي كولاي دي نوع من البكتيريا موجود فيه خالية الانسان لها عدد معين ودول عايشين طبيعي جوه الامعان فلناخذ بهم كتحالين يعني ده موجودين موجودين ما ما نصرفش فلوس ما نصرفش فلوس طيب احنا وصلنا لذي الدرجة يبقى لي انا لحضرتك بقى منظر قولون صح منظر قولون السجمويديسكوب اللي هو القولون القصير او منظر اللي هو القولون الكامل او جزء منه زي ما يكون طيب عشان نلحق ناخد كلمة دكتور طيب معنا لتصال سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل انا لكون قول الحلقة يا دكتور حسام عبدالرحمن من صهاج السيد عبدالرحمن من صهاج الحجة البيجراتور بيأثر عندها قرحة معدة لا البيجراتور مالوش علاقة بالقرحة اوي اه فعندها قرحة معدة اعتبر ايه اعتبر مش بيجيب نتيجة بيجيب ايه؟ فمعلش يا دكتور في حاجة اقوى من البيجراتور لا البيجراتور ارخاصهم واقواهم بالنسبة لحالته هو ده اللي كويس ومدوش علاقة بالقرحة بالعكس يعني نحن بس لو حاجة غالية يا دكتور بس الجيب نتيجة يعني شكرا سيد عبدالرحمن خليك مع الدكتور مفيش حاجة اسمها بالجيب نتيجة هو فيه ادوية اخرى احنا مش عاوزين نخش على الحاجات هو اللي بقوله لو هو بياخده ما جابش نتيجة لا ماخدش بجرعة التدامة احنا بنبدأ بحباية يا حسان لكن احنا عاوزين تلت حباية غير كده بحرامل تحاليل وحنكلفه كتير اوي 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 هو يكمل تلت حباية تحباية تلت مرات في اليوم لمدة حضرتك اما نوصل للدرجة دي لمدة شهرين نبدأ نتكلف لان بعد كده مفيش دوح يتكتب كده يعني هو مش عايز يعمل دوبلكس سكاد على الرجلين ولا عايز يعمل فحص كهرابي لعصاب الطرفية بس دول ضروريين لا احنا عندنا درجة الاول بنتعالج بالرخيص بعد كده مش هقدر اكتب له اللي هو بيحطه في دماغه يبقى احنا مضطرين مضطرين لان انا حضرتك اولا هيبقى علاج مكلف وما جابش نتيجة بحرام يعني ما ممكن يكون مثلا فيه ديك في الشعارات الدموية او ديك في الوردة اللي مغزية القدمية يعني اصبح موضوع اصبح موضوع تالي ناخد لا استاذ حمدي استاذ حمدي سلام عليكم حمد الله اتفضل لساس حمد حضرتك يا دكتور انا عندي مشكلة كده في القابط تعثر بالضطحة يعني ايه ايدي من الملة وبس يعني ايه بقوم لعب راسش قال ويمين كده شوية ببصل ايه بقوم يعني برجعناك تاني بس المشكلة تقلي بالعجل انا نام على الجنب اليمين اا يجيلي التنميل فيه الشميق اه عاكس الوضع يجيلي العجل الثانية الناحية التانية بطل بتنمي دا عميش مهي تمامين كده بس بس الصدحة كده بلقيها بس فوق بس يعني انا خائف من الموضوع يزود عن كده سنك كم سنة ؟ انا عندي 48 وزنك كم كيلو ؟ 26 طولك ؟ نعم طول حضرتك انا عندي 176 او 177 انت شفتنا كم حلقة ؟ يعني تقريبا 3 ا 4 حلقات عارف ليه ؟ عشان انت بتكلم كما لو كنت سألتك عسئلة معينة ايه ؟ يعني انت وانت بتجاوب لوحدك كده بتتبرع باجابة لأسئلة انا قال سألتها لغيرك برافو عليك طب اقفل وانا هيرد عليك ماشي خليك مع الدكتورة استاذ حمد شكرا هو قالك ايه يا اسامة ينام على كتفه اليمين دراعه الشمال والشمال دراعه اليمين واحنا عارفين ما بينام على الجنب والفقرات بتاعت الرقبة بتضغط جنب بعض كده طلعين فوق بعض وفيه الاعصاب اللي بتغزي الكتفين والدراعين بينهم فهو ما بينام حضرك النحاء دي يوم اقفل دي تضغط تدي له الدراع ده الله يباله اوه الراجل اهل في صراحة يعني راجل متابع وشاطر وخبالة كمان طب احنا هزين هنا نعمل ايه عشان ما نكلفش هذا الانسان اللي بقاله ثلاث اربع حلقات بتفرج علينا اه حيخش عالنت ويشوف تمارين تقوية عضلات الرقبة دي واحد اتنين ممكن يبقى يلبس رقبة وهو نايم ومفيش ذاية الادوية الحاكتين دول يعملهم ان شاء الله حيبقى بس اللي يلبس للرقبة ده دكتور حل مؤقت ولا على طول لا هي بتعمل الاستطالة بتبعد الفقرات عن بعضها اثناء النوم ما تضغطش على العصم وفي نفس الوقت احنا اقوين اقبسها بتضعف عضلات الرقبة تمام احنا بناخد الكلام على بعض وما ناخدش حتة منه صح لو احنا لبسنا رقبة فترة طويلة عضلات الرقبة تبقى ضعيفة جدا وده مس صح لكن مع تمرين بالنهار والبسها بالليل مية مية ان شاء الله تمام دكتور محمد انت عارف تملي النهاية مش عارف اقول النهاية سعيدة انا لسه او داخد دقيقة بس اه لان اه في الفترة الاخيرة فيه ناس بيقدروا يحصلوا على تليفوناتي تمام وانا يا جماعة ما يزعلوش انا ما بردش على تليفونات في العلم ولا برد على واتساب ولا على الفيديوك ولا الكلام ده مش عشان انا اركسوه لا لان ما اقدرش افكر طبيا حضرتك بتتخيلش بيجي الاتصال زي ده انا بشغل مخ قده فكون ان انا حقعد اشتغل بالتليفون واقعد اسأله حالة حالة طب هنا مثلا اما متصل كريم بيتصل هو بجاوبه وفيه حواليه مية واحد بيستفيد لنفس المعلومة مية من اللي عندهم نفس المشكلة او الف او خمسمية اذا ما يطلع فمن هنا اتعب نفسي من حقهم علي لكن هو الواحد اقعد دا دي واحد اقعد عايز تركيز عالي وعايز مجهول ارجو باي محاولة ما يزعروش انا هنا موجودة هو كل اسبوع والبركة فيك الله يخليك يا دور وبيجي بندهم ساعة كاملة من كده يعني حقهم علينا وبياخدوا حاجات يعني مش عايزة يعني لو كان انه حيعملوا بقصاد ودعالات تتكلف قريفات الجنهات ان شاء الله يخبر شكرين جدا يا دكتور وتمال يا رب نكون كده مع بعض نفيد المشاهدين كده نقدر نقفل الحلقة عزيزة المشاهدين وكده نكون وصلنا لنهات الحلقة من برنامج كونسول تليميليسي نشكركم لحسن الاستماع والمشاهدة والمتابعة ونشكر استاذ الدكتور محمد سعد حامل استاذ السكر والغضل الصماء كلية جامعة الشمس وإلى اللقاء آخر بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته